هنروح لموضوع تاني ألواء خالد شعيب محافظ مطروح واجه بالدفع بحملات لمراجعة ترخيص المراكز والألعاب الترفيهية والملاهي في كورنيش مدينة مرسى مطروح دليل إنه كان في حدثة للسقوط أحد ألعاب الملاهي وأسفرت عن إصابة عشرة أشخاص والحقيقة هم خرجوا من المستشفى الحمد لله وحالتهم مستقرة وفي ست حالات تحولوا لمستشفى العالمين وأسكندرية وكمان أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن شن حملة مكبرة من الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة ودي أسفرت عن إغلاق عدد من المراكز الترفيهية في مناطق زي منطقة باب البحر زي كورنيش المدينة وغيرها أيضا من المناطق لتلافي أيضا حدثة زي دي مرة تانية